بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد ونواصل في شرح الشابتر 5 من مقرر الاتواماتيك كونترول ويحدثكم الدكتور منجي محمد زيدي هنا نحن على مستوى ستاب 4 من من ستاب 4 سوري تقول كيف تقوم بتقريباً بريكوي و بريكين بوينت بريكوي و بريكين بوينت كان بي ترميند أولاً نذكر أنه في ثلاثة واثنين وواحد كنا حددنا البولز بولز 1 0 حددنا الأسامتوت وحددنا يعني بالنسبة لبريكوي بريكين بوينت كيف نجيب دي كي على دي اس ايقل تو زيرو أو من أين نأتي بدي ريباتيب ماذا يعني هذا يعني أنه كي على اس اس بلاس وان اس بلاس تو ايقل تو ماينوس وان من هنا اي كان جت ذي سايقوشين يعني كي ايقل تو ماينس اس بلاس وان مضروف اس بلاس تو وبالتالي دي كي على دي اس هي بكل بساطة هي ماينس لأنه عندي إشارة الماينس ماينس دي على دي اس لهذه القيمة وبالتالي دي كي على دي اس يعني أشتق هذا الاكوشين أو هذا البولونوميال يعني من خلال الاس أتحصل على دي كي على دي اس على بولونوميال لايك دي سايقوشين اي من الجذوري لابد ان اخذ يعني بطبيعة الحال هو يعني نقطة بس لازم اخذ هذي او هذي كيف نحددها هنا احنا بكل بساطة قلنا انه اه لو نذكر في الاسمتوطة او في من اول خطوة او في قلنا انه وقلنا منذ البداية انه هذا الجزء بين السفر والواحدة هو ايش هو جزء من المصار وقلنا انه الجزء او القيمة او البرانش بين ماينس تو وماينس انفينيتي هي نفس شيء جزء من المصار وبالتالي انا هنا تحصلت على ا fullyolutions minus 0.220 minus 0.4 226-1.5774 اي من الجذرين او اي من الحلين موجودة هنا او هنا فبالنسبة لل minus 1.577 هي موجودة بين ال minus 2 وال minus 1 و لكن هذا لا يمثل جزء من المصار وبالتالي يعني عندي الماي 남isance 0.422 هي تقريبا موجودة هنا ويعني هذه هي تبي يعني تيكن هذه هي يعني اللا سولوشن التي أخذ بعين الاعتبار وبالتالي يعني لو نحوصل الحين الخطوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ماذا نقول؟ نقول أنه الأسامتوت كنا يعني كنا يعني حسبناهم في الخطوة ثلاثة يعني pi over 3 و minus pi over 3 واتجاه pi وبالنسبة للملتقى الأسامتوت كان في النقطة minus 1 وفي يعني المساري الحقيقي سينطلق من minus 0 point 4 to 2 it's like this exactly هذه هي يعني step 4 من construction of the root lux thank you very much